نظم مجمع اللغة العربية في الشارقة جلستها السادسة ضمن فعاليات المجلس اللغوي التي تنظم كل شهرين تحت عنوان وقفة معجمية في البيان القرآني وذلك بمكتبة المجمع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي وقفة معجمية في البيان القرآني عنوان جلسة ينظمها مجمع اللغة العربية ومن سلسلة جلساته اللغوية من أجل فتح آفاق أوسع للحاضرين مجلس لغوي أساتذة ومعلمون وطلبة حرصوا على الحضور لغاية واحدة ألا وهي المعرفة ففي جلسة أدبية ثقافية تحدث فيها الدكتور محمد المستغانمي أمين عامي مجمع اللغة العربية بالشارقة عن معاجم ومفردات وإعجاز البيان القرآني بالإضافة لمناقشة سرد تاريخي عن معاجم اللغة العربية وأهميتها دقة المفردة القرآنية كيف تنسجم مع المعنى والدلالة وضحت من خلال أمثلة متنوعة انسجام الألفاظ في الصورة القرآنية كيف تنسجم هذه الألفاظ مع بعضها كيف أن المجموعة اللفظية التي يختارها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في الصورة الواحدة تكون متناسقة منسجمة متسقة وتكون منسجمة أيضا مع عنوان الصورة واسمها وعلينا كذلك عندما نقرأ صورة من القرآن الكريم ألا نكتفي بتفسيرها فقط وإنما علينا أن ننظر إلى مفرداتها ودلالاتها وإعجازها وتكاملها ومفردات كل صورة باسم الصورة وكذلك بالصور الأخرى وضح لنا نقطة جدا مهمة أن في القرآن الكريم لا يوجد ترادف هذا يعني من حقنا أن نوصلها للطلاب أن هناك يوجد تشابه في المفردات القرآن الكريم يوجد تجانس في المفردات القرآن لكن لا يوجد كل معنى وكل كلمة في القرآن الكريم لها معنى خاص بها نستطيع أن نبحر المجلس اللغوي يعد إحدى أهم الفعاليات الأدبية المنظمة في المجمع والهادفة لنشر التوعية اللغوية وأهميتها وكيفية صومها والحفاظ عليها وزيادة القدرة اللغوية بمفردات القرآن ودراستها دراسة شاملة لها ولمعانيها